موسيقى عن عدن التي أحبها الجميع عشاقا وغزا وعن مليشيا انقضت عليها وأصدقاء ساهموا في إذائها معركة التحرير وما حدث بعدها وموقع المقاومة الآن كيف تم تجريف الحياة السياسية في محافظات الجنوبية ولماذا لم تأخذ عدن دورها كعاصمة سياسية لليمن؟ أهلا بكم أربع سنوات شهدت فيها اليمن تحولات كبيرة كانت محور اهتمام عالمي واستقطاب إقليبي دفع اليمنيون ثمنه مضاعفا تقاطعت الأهداف وتشابكت المصالح قفزت إلى السطح والموازية باتت تهدد الحياة السياسية وأمن البلاد بالعنف والفوضى تعطلت أدوات الشرعية في بناء الدولة وعجزت عن احتواء الإخباقات المتكررة وإنقاذ اليمنيين من ظروفهم المعيشية المعقدة فما الذي بيد الشرعية الآن؟ أهل يزال قرارها بيدها وبمقدورها فعل شيء؟ هل تزال الكيانات السياسية متماسكة؟ وما تأثير الكيانات الموازية على القضية الجنوبية ومصيرها ومستقبل اليمن؟ ما هي الحلول للمعضلة اليمنية؟ ومن هي الجهات المعنية بتقديمها؟ وإلى متى سيستمر السكوت إذا ما يحدث في عدن؟ هي عدن قبلة العشاق ومأذنة المدائن وتاريخ يضج بالتنوع والفرادة هكذا كانت حتى أصبحت مهوى العابرين ومحطة أفئلتهم لكن العابرين الجدد أرادوا أن يجعلوا منها أرضا خصبة بالموت وطاردة للحياة منذ قوع هذه المدينة بأيدي ميليشي الحوثي رسمت ملامح الموت والرعب في الأحياء والشوارع وعلى وجوه الناس عدن التي رفضت الاستعمار قررت أن تقف في وجه الميليشية وترفض وجودها فخرج من أبنائها من يقول لا وحمل السلاح بروح المقاومة وخاض ملحمة التحرير خاضت عدن معركة السلاح وانتصرت لكنها للأسف لم تنتصر في معركة السلام وتركت نهبا للفوضى شرد العديد من رجال المقاومة وكان مكافأة صمودهم أمام جحافل ميليشي الحوثي ومنعهم من عدن ولسان حالهم يا ليت عدن مسير يوم ليس هذا فحسب بل إن عددا غير قليل من رجال المقاومة لوحقوا وقتلوا وبات الكثير منهم رهن الاختطاف في سجون سرية تركت عدن ساحة مفتوحة للعنف وتجول الموت في وضع النهار كان لهذه المدينة فرصة أن تحتل موقعها في صدارة المدن اليمنية كعاصمة سياسية لكنها خذلت من بعض أبنائها والقادمين الجدد دورة الإمارات كان لها دورها الفاعل والمؤثر فيما شهدته عدم في السنوات الأخيرة من عمليات الاغتيالات التي طالت الأئمة والنشطاء السياسيين وتغذية الانقسامات بين أبناء المحافظات الجنوبية مشروع بلغ السوء ساهم في تجزئة القضية الجنوبية وجرف الحياة السياسية وأفقد الشرعية قرارها الوطني يحارب اليمنيون على أكثر من جبهة فالمحافظات الشمالية تركت نهباً لميليشي الحوثي وفي المحافظات المحررة مارست حالف المسيطر نفس تصرفات الحوثي أوغل الحلفاء في وصايتهم وأفقد اليمنين فرصة بناء نموذج جديد للدولة المنشودة وتركوا البلاد مناخاً خصباً للفوضى والميليشيات إذن مشاهدين الكرام أرحب بكم وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو والأستاذ علي الأحمد الأمين العام المساعد لحركة النهضة وسينضم معه آخرون عبر الهاتف بداية المساء الخير أستاذ علي أهلاً وسهلاً أختي الكريمة مساء الخير عليكم وعلى أستاذ المشاهدين مشاهدي قناة بلقيس من داخل استوديوات بلقيس أهلاً بك أتمنى لهم ليلة سعيدة إن شاء الله ربناً يخذلك أستاذ علي أكثر من ثلاث سنوات على تحرير عدن تقريباً وربما السؤال كعنوان عريض هل هذه هي عدن التي أردتموها وقاومتم من أجلها في 2015 بسم الله الرحمن الرحيم السؤال يعني موجع لأنه مضى على تساولنا على هذا التساول تقريباً أكثر من ثلاث سنوات منذ تحرير مدينة عدن ونحن نطرح هذا السؤال خرج أبناء عدن لمقاومة الغزو الذي حاجم بهمجية وحشية على هذه المدينة ودمر كل جميل فيها وقتل خيرة أبنائها ويعني أذاق عدن وغير عدن والجمهورية اليمنية بشكل عام الويلات خرجوا لتصدي لهذا الغزو وهم يعني يأملون أن يعني ينشد وطن وطن يكفل لهم الحرية والكرامة والعيش الكريم كان هناك بوادر مع الأسف منذ تحرير عدن ومضي أشهر بسيطة أن الأمور لا تسير بالمسار الصحيح وليس ما توقعه أبناء عدن الذين ضحوا بفلاذات أكبادهم وبكل ما يملكون وما كان يأمل المقاومون سواء تشكيلات المقاومة أو الجيش الوطني الذين سارعوا لتسليم الأمور للدولة والحكومة على أمل أن تعود وتمارس مهامها من داخل مدينة عدن وتكون عدن مركز لاستقطاب جميع القوى اليمنية المناهضة للانقلاب لتكون عاصمة مؤقتة لليمن إلى أن يتم استعادة العاصمة اليمنية صنعاء من هذا الانقلاب الهمجي الميليشياوي السلالي المتخلف الذي يريد تكريس أفكار بالية كأفكار الولاية ووجود مرجعيات أخرى غير مرجعية الجمهورية التي يمثلها رئيس الجمهورية أن يكون هناك من هو أعلى سلطة من رئيس الجمهورية يكون هناك سيد أو ولي فقيه أو غير ذلك يكون أعلى مرتبة من الرئيس هذا كان الأمل أن تكون عدن هي الملتقى والمجمع لكل القوى الوطنية وهذا الأمر وعلى رأس هذه القوى الوطنية طبعا الحراك الجنوبي الذي سطر ملاحم من البطولات منذ 2007 والنضال والتصدي للاستبداد النظام السابق وأيضا سطر أفراد الحراك في مختلف الجبهات يعني ملاحم من النضال والقتال ضد هذه الميليشيا كان من مصلحة الحراك من مصلحة كل القوى الوطنية أن تكون عدن هي العاصمة للشرعية وتكون منطلق لاستعادة الشرعية من هذا الانقلاب ما الذي حدث إذا؟ ما الذي حدث هذا سؤال يعني يتساءله الكثيرون يعني ما الذي يدعو الناس إلى الذين قاوموا وناضلوا واشتركوا في معركة واحدة إلى أن يتجه إلى مشاريع أخرى مشاريع يعني ضيقة مع الأسف الشديد برز في الحالة اليمنية في هذا الأسوأ ما لدينا في ظل هذا الحرب الحاصلة وهو يعني تغليب الجانب الذاتي والجانب الشخصي والجانب نقول الفئوي أو المناطقي بشكل يعني مقزز في كل الربوع الجمهورية اليمنية فأصبح لهؤلاء الذين ينشدون مصالحهم الشخصية والذين استفادوا من الحرب سواء في مختلف الجبهات هناك من ظهر يعني من يسترزقون من خلف ومن وراء فضحيات الأبطال والمقاومين وظهر من أوهموا أن هناك مشاريع يعني ستؤدي بهم إلى استعادة سلطة أو استعادة واقع كان مفروض من قبل فاتجهوا بهذا الاتجاه يعني رأوا أن هناك وعود أو إمارات تدل أنهم يمكن أن يستعيدوا ما سبق أن كانوا في السلطة سابقا فالذي جرى تغليب هذا الجانب أدى إلى ضياع البوصلة عندهم وإلى التشويش على المشروع الوطني وإلى إرباك الصف المواجه للصف الإنقلاب هم متفقين بشكل كامل أننا مع الشرعية ضد الإنقلاب ولكن وجود المشاريع الخاصة الشخصية الفئوية هي التي عاقت تفكيرهم استغلوا يعني عاطفة الناس وتعلقهم بوعود وآمال لكن مع الأسف هذه الآمال كانت مجرد شعارات مجرد يعني بيع للوهم لا ينتمي أبدا إلى أي فكرة جامعة فكرة وطنية أو فكرة مشروع يمكن أن يؤسس عليه حياة كريمة للمواطنين لا يمكن أن يؤسس عليه مواطنة متساوية أبدا أين ذهبت المقاومة إذن؟ أردتم عدن مختلفة أردتم عدن مطهرة من الميليشيا والإنقلاب أردتم عدن حاضنة حقيقية لكل أبناء البلد فأين أنتم الآن؟ هذا سؤال أيضا يتكرر وآيضا يعني يتلام المقاومة في عدن كثيرا جراء ما حصل لاحقا ولكن الحقيقة أنه ربما يكون هناك خطأ في تصور المقاومة هناك من الصور أن هذه المقاومة كانت تمتلك القوة الكبيرة أو تمتلك المقاومات التي يمكنها أن تدير دولة أو خلاف ذلك والحقيقة أن المقاومة هي مقاومة شعبية ويعني لها يعني إمكانيات محدودة والذي حصل أنه تم الاتفاق مع الشرعية على عودة الحكومة وكثير من أفراد المقاومة أو من قادات المقاومة الذين يملكون مقاتلين وأسلحة سلموها للشرعية وأنظموا إلى الشرعية كوابع طبيعية نعم وكان مطلبهم فقط ترقيم أفرادهم وهذا ما حصل فعلا أنه تم ترقيم بأرقام عسكرية ولكن الذي حصل بعد ذلك أنه فتح الترقيم لغير المقاومة أيضا فبدأت المقاومة يعني ذابت فكرة المقاومة يعني صار مثل من قاوم مثل ومثل غيره بأرقام عسكرية لا أكثر ولا أقل هذه المقاومة التي يتحدث عنها الكثير لكن فكرة المقاومة هي موجودة لا تزال لا يزال من شاركوا في المقاومة لا يزال رموز وقيادات من المقاومة موجودون ويتواصلون ويؤرقهم هذا الحال الذي تعيشوا عدن وهم بلا شك يعني ينتظرون فقط أن يكون من الشرعية موقف حازم مما يجري من فوضى في مدينة عدن ليقوموا بواجبهم ويؤدوا الواجب عليهم تجاه زملائهم ورفاقهم في المقاومة الذين استشهدوا والذين جرحوا لهم دين علينا جميعا في المقاومة أن نحرص على تحقيق ما كانوا يعملونه من استقرار واستتباب للأمن والدولة والحكم الدولة إذن برأيك السر علي ما هي مخاطر استمرار وضع عدن بهذه الصورة التي تعيشها اليوم اليوم صرح وزير الداخلي الميسري وبالتأكيد استمعت لتصريحه عدن الأمن في عدن ليس في يد الحكومة وأن هناك قوى تنازعهم القرار في عدن من يقصد؟ هو لحقيقة الأمر أن الحكومة الشرعية لم تبسط نفوذها على عدن منذ البداية وهذا لعله من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الشرعية أنها لم تكن جاهزة بعد تحرير عدن بقوات شرطة إلا من أقول بأفراد لأنه سيقال أن الواقع أن من كان في عدن من مقاومة يعني لا بد استيعابهم على الأقل أن تكون هناك مشاريع جاهزة أو خطط أو موازنات لتجهيز الجانب الأمن في عدن فهذا لم يحصل مع الأسف وكانت في البداية المقاومة هي من تمسك بزمام الأمر لكن ما حصل لاحقا هو نشوء كيانات قوات مسلحة لا تدين بالولاء للحكومة الشرعية ليست منظمة تحت أي جهة حكومية لا الجيش ولا الأمن ولا تأتمر بأمر أي جهة أخرى وأسد إلى هذه الجهات أمر أمن عدن وحقيقة الأمر أن هذه المكونات التي ظهرت وكانت تدين أو تخضع للتحارف مباشرة لها مهام محدودة في جانب الإرهاب في المداهمات وإقامة النقاط العسكرية للتفتيش ومعروف عند أي عاقل أن الأمن في أي مدينة وفي أي دولة وفي أي بقعة في العالم لا بد لها من منظومة من أقسام شراط من غرفة عمليات موحدة من أجزة صالات ذات نوعية معينة من استخبارات من سجون للدولة إلى آخره من نيابة ثم بعد ذلك قضاء ومحاكم هذه المنظومة هي التي تكفل استتواب الأمن في أي مكان في العالم ليس خصوصا في عدن هذه الأمور لم لا تتوفر عند هذه المكونات أو القوات التي تتبع للتحالف وهي من أبناء الجنوب من أبناء عدن ومن غيرها من المناطق بل أكثرهم من خارج مدينة عدن من المحافظات المجاورة للمدينة عدن يعني هذه ليست موهلة لهذا الأمر فلذلك نشهد هذا الفلتان كان هناك رأي عام طبعا يعني يجعل من المحرم انتقاد مثل هذه المكونات لماذا؟ لأنه هناك خلطوا بين القضية الجنوبية أو الآمال التي توجد لدى الجنوبين وبين قضية الأمن قضية الأمن هي قضية يعني احتياج طبيعي يحتاج إلى آليات محددة واضحة لا يحتاج إلى شعارات ولا يحتاج إلى رفع صور رموز والتغني بإنجازاتهم وأن من مسهم هو مس القضية هذا الخلط الذي كان عند كثير من الجنوبين أدى إلى استمرار الكذب على الأنفس أن عدن وضعها طيب ومستقر والحقيقة كانت غير ذلك بدأت الآن تتضح لدى الكثيرين أن الأمن في مدينة عدن وضعه غير سليم هو فرق بين أنني سأواجه الإرهاب أو أقضي على الإرهاب هذا نقول في نجاح يحسب للمكونات الموجودة داخل مدينة عدن ولكن ليس هذا كل شيء الناس يحتاجون إلى أمن جنائي إلى ضبط للسلوك المواطنين إلى وجود خاصة مع انتشار الاغتيالات بهذا العدد حتى لو تجاوزنا الاغتيالات لأنها بارزة جدا هناك تتكلم عن الأمن الاعتيادي للمواطن الآن لو حصلت لأي مواطن نعم هذه منتشرة جدا ولا يوجد جهة تستطيع أن تضبط بالشكل المطلوب حتى أذكر أن هناك تصريح كان لأخ عيدروس الزبيدي في آخر أيام قبل أن يترك محافظة عدن قبلها بشهر تقريبا قال لا يوجد في عدن مركز شرطة واحد يعمل بالشكل المطلوب فإذا كان هذا الوضع الذي لا يزال إلى الآن في عدن لا يوجد فعلا أنا أؤكد على كلام الأخ عيدروس أن مدينة عدن لا يوجد فيها مركز شرطة يعمل بشكل مطلوب لا توجد دورية تعمل بشكل مطلوب لا توجد استخبارات تعمل بشكل مطلوب لا يوجد إلى الآن غرفة عمليات موحدة لجميع الأجهزة لجميع النقاط العسكرية لحد الآن نعم دين على ذكر هذه الأحداث وعدام الأمن بهذا الشكل دعنا نصدف معنا الشيخ محمد علي عثمان إمام وخطيب مسجد في عدن مساء الخير سيادة الشيخ السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله أستاذ محمد انتشرت لك اليوم صور وأنت ممسك لكفنك وتمشي به سيتساءل من يشاهد هذه الصورة ما الغرض من إمساكك بالكفن والذهاب وليابه الحقيقة هي رسالة واضحة على أن الوضع الأمني في عدم مجرد ولابد أن يعيكم إنسان يعمل في الساحة أنه يستهدف من قبل سلة مجرد لا ترعي أي ضابط شرعي وبالتالي لا بد أن نعيي أننا قاب قوتين أو أدنى من موت ولذلك لا بد أن نواجهه بإذن الله بكل وكيلة تؤدي إلى انحتاره وحضرها إلي ومن ظنها أن لكون مشاريع شهادة لله عن ريه عليه الصلاة والصلاة والصلاة بطريقة لما مثل قال من سأل الله الشهادة بفرق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه هل وصلتك أي تهديدات مثلا نعم هذه شبه يومية سواء عبر الوات أو الاتم أو الواشرة يعني أنا يوميا شبه مهدد ولذلك الحمد لله رب العالمين أنا من من يحرثني أخي أحمد كنا معا في مجلة قياة المقاومة تحت مياذة البكري أبناء الحرب فالحمد لله رب العالمين الله خلقنا شجعان معنا هذا الموت ونعرف أننا تنذهب من هذه الدنيا في لحظة من اللحظات وأن نقضع ولا نرضى بأي عملاء ولن نكون تحت وصاية أو ارتهان خارجي أو داخلي نحن لنا شريعة سماوية من أجلها تربينا ومن أجلها ترموت إن شاء الله نعم هل باستطاعتك سيدة الشيخ أن تشرح لنا السبب الذي أدى إلى مقتل عشرات الإمة وخطباء مساجد عدن والغريب أن أكثرهم كانوا أفرادا في المقاومة ما سمعت السؤال في المقاومة؟ نعم يعني برأيك ما هو السبب في استهداف الإمة والمشائخ في المساجد وخاصة أن أغلبهم كانوا في المقاومة؟ طيب الهدف الأصلي لإستهداف العلم والمشائخ والخطباء وقد الوعي يريدون أن يأدوا الوعي لأن هؤلاء هم المنارات التي توحي الناس على مخاطر محدقة موجودة في الواقع الآن أو يرتب لها فيما بعد ولذلك من وسائل الدفن الحي أن تأيذ الفكرة وطالبها نعم إذن هناك أيضا من يتساءل فضيلة الشيخ يعني ما دام أنه لا يوجد دولة تحكمكم أو تحميكم ولا قانون ولا يوجد مراكز شرطة وعلى العكس تأتيكم رسائل تهديد بشكل يومي فلما لا تتركون البلد وتهاجرون؟ نعم سأرفع صوتي قليلا يعني هناك من يتساءل بأنه طالما لا يوجد من يحميكم فضيلة الشيخ ولا يوجد هناك أجهزة ضبط معدة ولا يوجد هناك نيابة ولا قضاء فلما يعني وأنتم تصلكم تهديدات شبه يوميا لما لا تتركون المنطقة البلد حتى تأمنوا على أنفسكم أختي أولا لو تركنا نحن هذا ما يريدونه ويتفعون له ويتفعون المال من أجله وجندوا المجانية والميليشيات الخارجة عن القانون لهذا الأمر لإخافتنا لإرعادنا لجعل الساحة خالية لهم لكننا نقول لهم بلتهم من مليان نحن مع الله وسنموت على هذا الهدف بإذن الله وهذه إن شاء الله ونحن الآن الحمد لله أحسن حالا بوجود الوزير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأمور تحسنت جدا 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 ما هي مثل ما كانت قبل عامين قبل عامين كان الأمر أكثر فضاء لكن الحمد لله نحن يوميا نلتمس الحمد لله ارتفاع أمني خاصة من بوجود الوزير وأرشرك إن شاء الله حمد قيلا إن شاء الله سيفشر الله بشروع هؤلاء وسيذهبون خائبين خاسرين يذلون عزيال الظل والخزي والعار من عدن كما أخذ نعم إذن شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ محمد علي عثمان إمام خطيب مسجد في عدن كنت معنا عبر الهاتف هذا هو الوضع أستاذ علي أحد الأئمة يتجول حاملا لكفنه تصله كل يوم تهديدات وكما تهضرنت يبدو لأنه لا يوجد قسم شرطة يذهب ليبلغ عما يحدث تزداد الفوضى بشكل أو بآخر هل فعلا هذا ما يراد له أن إما تصفية هؤلاء أو إجبارهم على الخروج خشية على أنفسهم بالنسبة لقضية الاغتيالات والتي تستهدف خصوصا فئات معينة من المجتمع خصوصا إمة المساجد لا شك أولا أن هذه العملية عملية منهجة يعني ليست عملية يعني محظ الصدفة أو ليس وراءها جهة محددة من خلال التسلسل الحاصل والهدوء فترة يعني تهدأ الأمور مثلا لأشهر ستة أشهر أو ثمانية أشهر ثم يطمئن الناس اللي يعودوا إلى مدينة عدن من جديد ثم تعود سلسلة الاغتيالات من جديد وتتكرر بشكل موجه يعني كل يوم أو بعض أيام متوالية تحصل عمليات لا شك أن هذه العملية عملية ممنهجة وراءها جهات معينة يعني تهدف إلى إفراغ المجتمع العدني من مقومات نهوضه وصموده أمام أي مشاريع تخريبية يعني وراءها ما وراءها من الجهات الاستهداف ركز على عمة المساجد أيضا هناك استهداف للفيادات الأمنية المخلصة التي كان لها دور في مكافحة المخدرات ومحاولة يعني وضع لبناء الأجهزة الأمنية أنا أحب أن أقول أن هذه الحال لن تستمر طبعا لا يمكن أن تستمر الحال على هذا الوضع ولا يمكن أن يظن أحد ما أن الوضع الحالي لصالحه أو لصالح مشروع معين أنه سيؤدي هذا الوضع إلى نجاح فكرته أو مشروعه لا يمكن بحال من الأحوال عدن لا بد أن يعني يتعود إلى وضعها الطبيعي إلى مؤسسات دولة تحكمها أن يتوافق الجميع مهما اختلفوا في التوجهات السياسية ما اختلفوا في المشاريع السياسية أن أمن المواطن وخدمات المواطن وخلاف ذلك هذه أمور لا علاقة لها بالخلافات السياسية أن يتفق الجميع ويعودوا إلى رشدهم أن الأمن يجب أن يكون تحت قيادة واحدة تخضع للدولة تدير شؤون الناس تسير أمن الناس تحل النزاعات الآن سمعت اليوم عن وقوع قتلى بسبب خلاف على قطعة أرض هناك من أيضا سلبت أموالهم أو مساكنهم أو حقوقهم ولا يجدون الجهة التي يلجعون إليها لابد من عودة مؤسسات دولة وعلى رأسها وأهمها للجهاز الأمني إلى قيادة واحدة يعني إعادة دمج هذه القوات الموجودة وإعادة توزيعها بشكل وطني ليس بشكل مناطقي أو بشكل ميليشاوي الواقع الذي نعيشه أنه أشبه بواقع أمراء حرب أو ميليشيات وكل ميليشيا وكل طقم يتبع لفلان أو علان ظاهرة انتشار السلاح تجول الأطقم داخل مدينة عدن هذه الظواهر يجب أن تزول صاحب المشروع الشرعي مشروع اليمن الاتحادي صاحب المشروع الانفصالي صاحب هذا الواقع لا يخدم أحد لن يخدم لا فكرة الجامعة اللي هي المشروع الدولة الاتحادية ولن يخدم أيضا صاحب المشروع الذي يزعم أنه سيقود الجنوب مثلا إلى انفصالة أو استقلال أو غير ذلك لأن الحاصل هو شق للصف الجنوبي وإيجاد ميليشيات بل مع الأسف أن الميليشيات هذه أو القوات المسلحة هم يغضبون أن أسميها ميليشيات لكن هذا الواقع أن وجود قوة مناطقية أو قوة تتبع قبيلة واحدة وليست ضمن جهاز الدولة هذه في النهاية ستكون مشروع أمراء حرب ومشروع ميليشيات تتقاتل لن تكون في صالح الجنوب ولا في صالح الدولة لذلك أنا أوجه خطاب من هذا المنبر إلى جميع الموجودين في مدينة عدن جميع الأطراف المختلفة والمنقسمة أن تغلب مصلحة المواطن ابن عدن وتغلب مصلحة المواطن اليمني بشكل عام الذي يأتي إلى مدينة عدن ويحتاج إلى مدينة عدن لتكون منطلق له في مختلف سواء كان مريضا أو كان صاحب عمل تياري أو غير ذلك أن توحد الأجهزة ويستجاب للمطلب العام الذي كل يمني وكل عدني وكل جنوبي أيضا يتمنى أن يراه أن تختفي حكاية أطقم أبو فلان وكتائب أبو فلان وغير ذلك هل يمكن أن تختفي يصف علي في ظل أنها مدعوة من أطراف خارجية أيضا لا ننسى أن هذه الجماعة طالما تغذى من الخارج وبالتأكيد لن تتوقف هو الأمر مناطب القيادات أنا أوجه خطابي لقيادات السياسية طبعا أي شخص يستلم من أي جهة سيكون من الصعوبة بمكان عليه أن يترك أو كذا لكن أنا أتكلم عن خاطب القيادات قيادات هذه المكونات هم قيادات سياسية في النهاية وهم يقولون أن هذه القوات هي مكسب جنوبي فإن كانت مكسب جنوبي يعني أشرح لنا كيف يعني أن تكون وهي لا تخدم الجنوب لا تخدم الجنوب ولا تخدم أحد لا المشروع الاتحادي ولا غيره هي مشاريع تمزيق داخل الجنوب يعني من يصدق أن داخل شبوة مثلا توجد لدينا أربع قوات للنخبة الشبوانية كل قوة تتبع لقبيلة وهذه لم تحصل في أي بلد في العالم ربما أن محافظة واحدة تشكل فيها أربع قوات تتبع لقبائل نحن نقول أن هذا أمر واقع ونريد فقط تصحيح الطريقة التي حصلت أولا أن يتم ترتيب وهذا مطلب نطالبها الرئيس الجمهورية أن يستوعب أفراد النخب وهذه القوات في إطار الدولة سواء في الأمن أو في الجيش ثم أن تخضع هذه القوات لقيادات يعني داخل الدولة أو داخل المحافظة في السلطة المحلية أو في الجيش أو غير ذلك أما أن تبقى هذا الوضع بهذا الشكل هو وضع سلبي في النهاية سواء وهل لذلك أعلنت المكونات السياسية في شبوة البيان الصادر عنها باتفاق مكون من 11 بند لأجل شبوة بالنسبة لكل منطقة من الجيد أن تحاول أن تدير أمورها بمعنى ليس من السليم أن يتم التصعيد مهما رأيت أن هناك خطأ معين أن يكون هناك نوع من التوافق لصالح المحافظة ففي محافظة شبوة رأينا نوع من التنسيق الجيد بين قيادات النخب هناك وبين السلطة المحلية وبين الرموزة الاجتماعية داخل محافظة شبوة مما يجنب المحافظة الصراع والصدام ونأمل أن تكون هذه العقلانية موجودة أيضا في عدن في حضر موت في كل مكان في مأرب أيضا أن كل المناطق المحررة أي أن كل منطقة تحاول أن تتجنب الصراع تتجنب أي بواعث لهذه الصدامات ولكن أن يتوافق الجميع على ثوابت ومبادئ أساسية منها وأهمها الاحتكام للدولة أن تكون هناك مرجعية أن تكون هناك سجون موحدة أن تكون هناك غرفة عمليات موحدة لكفة هذه الأجهزة أنا أتوقع في محافظة شبوة أن يتم تجاوز هذا الأمر العقلانية الجميع أنا أرى أن قيادات النخبة قيادات الاجتماعية والمشايخ القبائل وقيادة السلطة المحلية بقيادة المحافظ هناك نوع من التنسيق ما بينها أنا أتمنى أيضا أن ينسحب هذا الأمر على محافظة عدن التي أرى أنها أصبحت مثل الجزر المنفصلة هناك قوات لكل طرف ومناطق ومعسكرات وبشكل لا يطمئن وقد يكرر ما حصل قبل فترة من بعض المشاكل التي آلمت الجميع نتمنى وأؤكد أن تقصد 11 يناير يناير وغير يناير من التصعيد الذي يحصل وهو استقواء بالسلاح على شقيقك وأخوك في الوطن وفي الدولة أن يكون هناك استقواء بالسلاح هذه مشكلة رأينا في تاريخنا المعاصر الخمسين سنة الماضية كيف أن الاستقواء بالسلاح لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا يمكن الوطن للجميع مهما اختلفوا مهما تبنى كل طرف من خيارات ليس هناك شيء ثابت لا الوحدة ثابتة ولا الانفصال ثابت كلها مسائل سياسية تخضع لكن دم للمسلم هو خط أحمر أمن المواطن هو خط أحمر خدمات المواطن خط أحمر نتمنى أن يعي الجميع هذه المسألة برأيك أستاذ علي عدن بحاجة فعلا لهذا الأمر الخدمات الأمن أن تعود أو تطبيع الحياة لكن لم تتحلي الحكومة فرصة العودة فعليا والعمل على هذا الأساس هل التقصير من الحكومة أيضا هل ينالها جزء من التقصير أنها لم تفرض نفسها للعودة طبعا هناك لوم يلقى مثلا على التحالف داخل مدينة عدن كونه هو المسيطر الأقوى والأبرز داخل مدينة عدن ويطيب لبعض العلاميين أن يحملوا التحالف كل الوزر وخلاف ذلك ولكن الحقيقة أيضا أن الحكومة والشرعية تتحمل كذلك جانب كبير من الإخفاق الحاصل لأن الفراغ إذا لم يملأ من قبلك سيملأ من غيرك هذا شيء طبيعي والحكومة لحد الآن مهما كان هناك تعذر بشحة الإمكانيات أو قلة الموازنات أو غير ذلك كان بإمكانها أن تفعل أفضل مما كان كان بإمكانها أن تؤدي أداء أفضل مما يجري لذلك اللوم هو مشترك وأنا منذ اللحظة الأولى ومنذ أول حادثة حصلت وهي اغتيال محافظة عدن كنت ألقي بالمسؤولية على الأطراف المجتمعة على السلطة المحلية في المحافظة على الحكومة الشرعية يعني من رأس الحكومة على التحالف أيضا أن ينبغي أن هذه الأطراف الثلاث مجتمعة أن تدرك أن ما يجري في عدن من فوضى أمنية ومن تعدد رؤوس ومن يعني تعدد قوات وميليشيات مختلفة تتبع لعدة جهات هذا لن يخدم أحد لن يخدم التحالف لن يخدم الحكومة الشرعية بالطبع وهذا بشيء مؤكد وواضح ولن يخدم أي جهة سياسية لها مشروعها الخاص يعني الذي تريد تحقيقه في عدن لا يمكن هي في النهاية وبال ومشكلة تقع على عاتق الجميع أن نحن كنا نأمل حقيقة أن تكون مدينة عدن كما ذكرت في البداية هي مستقر ومنطلق لتعم الفائدة على الجميع أتصور الآن يعني لو كان وضع مدينة عدن بالنسبة للدخول والخروج المواطنين يعني خاصة نتكلم عن المواطنين يعني إن كان هناك مثلا قائمة من الأشخاص المشتبع بهم وغير ذلك هذا موضوع آخر لا نتحدث عن هذا الجانب أبدا لكن نتكلم عن المضايقات التي تجري للمواطنين من مختلف عن حال الجمهورية القادمة إلى عدن لو كانت عدن وضعها الأمني مستتب بشكل يعني جميل كما نتمنى لا رأينا الجانب الاقتصادي اختلت لا رأينا الجانب الأمني استتب لا رأينا الكل استفاد سواء من أتى إلى مدينة عدن من الخارج أو أبناء مدينة عدن أو الكل لكن مع الأسف الشديد كما ذكرت لكم في البداية المشاريع الضيقة أو الأفكار الشخصية أدت بنا إلى هذا الواقع المؤلم الذي نرى فيه انقسام واضح نرى الحكومة عاجزة أن تنفذ بعض المشاريع الخدمية نرى الحكومة عاجزة عن يعني فرض الأمن في بعض المرافق الحكومية ولا نقول عن مواطن حتى بعض المرافق الحكومية لا تستطيع الحكومة فرض يعني إرادتها أيضا الإرادات الحكومية في مدينة عدن شبه ضائعة يعني لعدم وجود قوة يعني تثبت وجود الدولة حتى تعود الإرادات هذه لصالح الحكومة إلى الآن أقراب ثلاث سنوات وإرادات عدم منهوبة بين عدة أطراف يعني بعضها داخل الشرعية وبعضها داخل قوات أخرى والوضع المتردي في أغلب الجوانب الخدمية إذا نستكمل الحديث بعد أن تنضم معنى المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري عبر الهاتف من عدل مساء الخير أستاذ هدى مساء النوم ومساء الخير لكل ضيوف الحلقة اليوم أهلا بك أستاذ هدى ودعيني أسألك هل هذه عدن التي كنتم تحلمون بها بعد التحرير حقيقة هو تؤال مؤلم صحيح لم تكن عدن هي ما نحلم بها بعد التحرير فالأوضاع في عدن ساءت إلى حد كبير خاصة الأوضاع الخدمية التي تتعلق بالموقع فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي فيما يتعلق بالجانب الأمني بالجانب الاجتماعي بالجانب الثقة لكن هناك محاولة لانتشار الأوضاع في محافظة عدن ولكن يتصلب الوضع على تضاثر الجهود وفأواء دولة حقيقية تتصلع بواجبها تجاه خدمة المواطن وخدمة المدينة التي كل ما فيها يعود إلى الوراء وليس إلى الأمام وما كنا نحلم به منذ تحرير محافظة عدن نعم إذن الأوضاع الأمنية أستاذة هدى وكذلك الحقوقية والاقتصادية كلها تنحدر إلى الهاوية كما يقال برأيك من هو المتسبب في كل هذه الفوضى التي تعم المدينة التي كان يفترض أن تكون العاصمة السياسية طبيعي الوضع في عدن إلى يومنا هذا بحد ذاته وهناك عدة جهاز ينبغي أن تقوم بواجبها تجاه ما يحدث في عدن منها أولا الحكومة الشرعية بكامل مؤسساتها ينبغي أن تقوم بمهامها الأساسية وأن تفرض هيبة الدولة داخل مؤسسات الدولة كذلك أيضا هناك القائمين على محافظات عدن منها التحالف ومنها أيضا بعض الأطراف التي أدت إلى سوء الحال وسوء الأوضاع داخل المحافظة وبالتالي قوضت عمل سلطات الحكومة الشرعية في أداء مهامها ونحن لا نبعد برضو المسؤولية عن الحكومة الشرعية فهي المسؤولة الأول والأخير أمام المواطن وأمام المجتمع الدولي فبالتالي يجب أن يكون هناك شفافية في الطرف شفافية في العمل شفافية في تحديد المسؤوليات شفافية أيضا في معرفة من هو المعرفة الحقيقي لأداء مؤسسات الدولة وأن تقوم بواجبها تجاه كل المسؤوليات التي يجب أن تطلع بها نعم إذن يعني الملف الحقوقي استاذ هدلو تحدثنا عنه قليلا يعني الكثير من السجون تضج بالمظلومين وكناك الكثير من الوقافات لأمهات المختطفين دون جدوى كثير من الوعود تلقوها من وزير الداخلية ولكن أيضا دون جدوى أو حتى وزير حقوق الإنسان وغيرهم حقيقة الملف الحقوقي في عدن بالذات ملف شائق جدا ملف شائق لا توجد تحديد من المسؤوليات ما زالت القضايا والوقائع على ما هي عليه لا توجد أي جهة تقوم بمسؤوليتها تجاه الأمهات التي يقفن يوميا في كل الجهات أما في هزارة حقوق الإنسان أو في المعاشيق أو في معسكرات التحالف أو حتى في السبون التي نحن نطالب من الدولة ممثلة بوزارة الداخلية أن تعطي تصميم للأمهات على الأقل أن تقوم بواجبها تجاه ما يحدث من قضايا في محافظة عدم منها الاعتقالات منها الإخفاءات منها جميع القضايا الفقوطية الشائفة التي تعاني منها محافظة عدم ويعاني منها المواطن بشكل خاص نعم إذن شكرا جزيلا لك هدى الصراري المحامي والناشطة الحقوقية كنت معنا عبر الهاتف من عدم لو تحدثنا عن هذا الملف أستاذ علي السجون السرية كل يوم أمهات المختطفين تقريبا ينفذن وقفة أمام بيت الميسري وأحيانا بيت الأخشع وكل يوم أمام مؤسسة وكل يوم أمام سجن ومع ذلك أحيانا يعني تخرج تصريحات بقولهم لا توجد سجون سرية في عدن وربما أكثر من يعلم بوجود هذه السجون السرية أن هؤلاء الأمهات أين هؤلاء أين أولادهم يعني ولسا من المرجل أن يكون أغلبهم من أبناء المقاومة يعني كثير من صحيحات الأمهات ما الذي فعله ابن غير أنه دافع عن مدينته والله شيء أختي الكريمة هو واقع ما بعد الحروب هو طبعا ينتج مثل هذه الأمور ونعمل الاختلالات وضعف عودة الدولة وتأخر عودة الدولة يعني كلام كثير ربما قد يبرر به أي أحد ولكن الحقيقة وأنا من داخل عدن وأنا يعني مطلع على ما في عدن الأمر في عدن أبسط من ذلك يعني وعودة الأمور إلى طبيعتها هو يعني كان يحتاج فقط إلى قرار وإرادة قوية ووقوف بوضوح عمام ما يجري يعني الاغتيالات حصلت منذ وقت مبكر تقريبا في شهر ديسمبر كان أولا اغتيال للمحافظ وتلا اغتيال الشيخ راوي ثم الشيخ العدني وتوالت اغتيالات منذ وقت مبكر تلا ذلك الاختطافات أيضا كانت منذ وقت مبكر وطالت عدد من المتنوع من مختلف الأطياف من الحراك من المقاومة من الأحزاب من شخصيات مستقلة مثلا موظفي دولة وأعمارهم كبيرة بالستين بالخمسين هذا الأمر منذ البداية يعني أن الحكومة مثلا تسكت طوال هذه الفترة ولا تقوم بشيء حيال هذا الأمر ثم يأتي في النهاية من يقول وهو مسؤول في الحكومة أنه لا توجد ولا توجد طيب إذن أين هؤلاء الناس؟ أين زكريا؟ أين الأستاذ زكريا؟ وأيضا كان الأستاذ النظال بحويرث وغير من الشخصيات المعروفة وكثير من أفراد المقاومة بالأسماء نعرفهم أين هم الآن؟ وأين سجنوا؟ حتى المفرج عنهم؟ يعني الآن نحن نملك مستمسكات يوجد عشرات من الأشخاص المعروفين من المقاومة من أمة المساجد من قيادات أمنية يعني العلم أيضا يعني أنا من العجيب أن يكون ضابط أمن مسؤول عن مكافحة المقدرات في حضر موت أن يكون ضمن المخفيين يعني مثل هؤلاء إذا أنت تنفي وجود سجون سرية أين كانوا قبل أن يفرج عنهم يعني مدام أفرج عنه فهو كان مخفي لمدة سنتين وبعض الناس يفهم أن معنى سجون سرية أي أماكن لا يعرف بها أحد لا يعني السجون السرية هي التي لا يمكن أن يصل إليها للدولة ولا للجان الحقوقية ولا يعرف عنها أحد ولا يمكن التواصل يعني لا يعرف أحد ما بداخلها أما كون المكان هذا معروف لا يعني ذلك أنه ليس سجن سري هو سجن سري كون لا نعرف مصير من دخل إليه هذا الأمر يعني مخزي بكل ما تعلم الكلمة أن يصدر تصريح من يعني مسؤول حكومي يقول أنه لا توجد سجون سرية إذا كان يقصد أن وزارة الداخلية ليست على علم أو كذا أو ليست ضمن سجون وزارة الداخلية فنحن تجاوزنا هذه المرحلة نحن نعرف أن وزارة الداخلية مع الأسف شديد لا تستطيع أن تقدم شيء لهؤلاء فعلى الأقل أن لا يضللوا على الرأي العام كما سمعنا ويضلل على الرأي العالمي التقارير العالمية يعني ربما في كل مرة صحافة عالمية أو منظمة حقوقية عالمية أو تقرير حتى لجنة الخبراء تحدثوا بكل وضوح وربما بشفافية أكبر عما يحدث في عدن سواء السجون السرية أو الاغتيالات أو من يعرق الوجود الدولة في عدن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الأحمد الأمين العام المساعد لحركة النهضة كنتم معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني هنا في الستوديو الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسب متبعتكم لنألتقيكم في مساء اليمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر